البلبلة التي أثيرت حول حركة مطار بيروت في ظل المناورات البحرية الروسية الحاصلة في المياه الدولية للمتوسط سرعان منحسرت مع ساعات الصباح الأولى بحفاظ المطار على حركة إقلاع وهبوط شبه طبيعية مع تغيير في المسار جنوبا عبر قبرص المسافرون حضروا إلى المطار في الأوقات المحددة ولم يعلن سوى إلغاء رحلتين في المغادرة الأولى للخطوط الجوية الكويتية والثانية في الخطوط الجزائرية المدير العام لطيران المدني بالتكليف إبراهيم أبو علاوها تحدث إلى الجديد عن تغيير المسار مؤكدا أن الحركة طبيعية من البحرية الروسية بشأن المنورات كافة الإجراءات التي تساعدنا على تأمين استمرارية حركة هبوط وأقلاع الطائرات بمطار رفيق الحرير الدولي والحركة الأحالية مثل ما أنها عم تصير بشكل طبيعي وعادي وهذا اللي حاصل فعلا وجميع الشركات تيران حاليا عم تسير رحلتها كالمعتاد وفق المجدول المحددة سابقا دون أي تأخير لكن أثناء شركة واحدة هي الشركة الكويتية قبل غدنا عن تعليق رحلتها اليوم وبكرة ونحن حقيقة نحب أن نشير أنه من المبارح جرينا سلسة التصالات مع المنظمة الدولية للتيران المدني الأيكاو ومع الدول المعنية ومع أبروس وطيب الاتفاق على إعادة تشغيل الخط الجوي بين لبنان وأبروس وهذا أمر تقني ومتفق عليه ضمن معادات دولية بين لبنان وأبروس وغير من دول طبعا رحلات طيران الشرق الأوسط لم يترى أي تعديل على برمجتها أو مواعيدها وأكدت الشركة أن رحلاتها تسير بالانتظام المعتاد وليس هناك من بلبلة لا في عملها ولا في خطط سفر زبائنها ولفتت إلى أن الرحلات التي ستتأثر بإطالة فترة الرحلة هي تلك التي ستتوجه إلى الخليج وهذه الرحلات ستزداد فترة تحليقها ما بين 40 دقيقة وساعة لسيما تلك التي تتوجه إلى بغداد أما الرحلات المتوجهة إلى أوروبا فلا تعديلات عليها تذكر مسار جديد إذن ستعبره الطائرات التي تستعمل مطار بيروت الدولي من فوق السرافند جنوبا في الأيام الثلاثة المقبلة إلى حين انتهاء التدريبات الروسية ترجمة نانسي قنقر